المهاجرون خرجوا بالحرب والإضطهاد والمعاناة التي مرت على العراق العقدين الأخيرين شتات مستمر حتى اللحظة فلا تزال الهجر غير الشرعية تستقطب الشباب لتبقى المنظمات في توعية مستمرة للحد منها عبر المهرجانات التي أقيم آخرها في أرويقة كلية الفنون الجميلة طبعا ككلية الفنون الجميلة بالتعاون مع منظمة الهجرة غير الدولية ساعدناها في رسم سياساته قدر تعلق الأمر بنا كنشاطات ثقافية كنا متعاونين في هذا الإطار لذلك قررنا أن يقام هذا اليوم يوم المهاجرين أو يوم الهجرة هنا في أرويقة وقاعات كلية الفنون الجميلة لذلك صلتنا الضوء على الهجرة غير الآمنة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير القانونية حفزنا الناس والشباب عبر نشاطات ثقافية مختلفة ومتناعوعة على الهجرة الآمنة والقانونية والشرعية والابتعاد عن كل ما هو ضار وممكن أن يلحق بأضرار جسيمة على الفرد وعلى المجتمع وعلى العائلة المهرجان تم بشرف نحن اليوم نحتفل باليوم العالمي للمهاجرين المنظم من منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة نحن نحتفل به اليوم كوننا نتواجد في بغداد لكن تاريخه هو الثامن عشر من شار كانون الأول هجرة صورت بفرشات على لوحة واستذكار أقيم بالقرب والغناء ومعاناة عبر عنها بمشاهد تمثيلية مسرحية جسدت واقع المهاجرين فمنهم من فقد ومنهم من لا زال يعاني وآخر لا يستطيع الرجوع إلى البلاد والسبب هو أزماته المستمرة نشوف أنه كوائفين تاتوائف ومهرجانات صارت تصير بالأخص بكلية الفنون الجميلة طبعا مشكورين كل القائمين على هذا الموضوع هذا الشيء يرجع الحيوية يرجع الحياة لهذه الكلية المهمة أنه نستقطب شباب أكثر نهتم بهذه المواضيع اليوم هو اليوم العالمي للمهاجرين فبالتالي نقاسمهم ونشاركهم معاناةهم وهم خارج بلدهم احنا وياهم بكل وقت حتى هم بره مثل ما يقولون هم مرتاحين لا هم يحنون يريدون نرجعون لبلدهم فكيد احنا نحبهم ونقاسمهم بكل معاناةهم حلت على مجتمعات كثيرة الهجرة وعلى رأسها العراق فالنزوح منه له دواع كثيرة أمنية واقتصادية وسياسية تتفاقم ويتفاقم معها النزوح لكن الأجدر هو هجرة شرعية حفارا على حياة المهاجر وكرامته عمار غسان قناة الرشيد